أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري وخلال اجتماعيه بعدد من المطورين العقاريين لبناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري لفت مدبولي أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تصم في توفير فرص العمل وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفظات لهذا القطاع الحيوي